لذلك تنفذ ميليشيات الحوثي الإرهابية حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الضباط الذين رفضوا توجيهاتها بنقلهم لتعزيز صفوف مقاتليها التخبط والحقد الأعمال الميليشيات الحوثية وصل ذروتها عقب الخسائر الفادحة التي تتلقاها في جبهة الصاحل الغربي على أيدي أبطال قوات المقاومة المشتركة والتي خلقت حالة هستيرية في صفوف الميليشيات دفعتها لممارسة أبشع الجرائم بحق عامة الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها من تلك الجرائم الاختطافات والاعتقالات العشوائية داخل المدن حملة الاعتقالات الواسعة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي طالت العشرات من الضباط الذين رفضوا توجيهات جماعة الحوثي بنقلهم لتعزيز صفوف مقاتليها في جبهة القتال التي أصبحت محارقة لعناصرها الميليشيات طالبت الضباط والجنود وأفراد الأمن الذين لا تتعدى أعمارهم أربعين عاما بالتوجه إلى جبهات القتال بإصرار شديد على نقل الضباط العسكريين تحديدا إلى مسارح العمليات القتالية واعتمدت ميليشيات الإرهاب على أسلوب الإكراه لتعزيز صفوفها القتالية المنهارة بعد نفاذ الوسائل العسكرية لديها وعدم امتثال المواطنين في مناطق سيطرتها لضعوات التحشيد العسكري والتجنيد الطوعي المنظمة باستمرار منازل العشرات من ضباط الجيش شهدت عمليات مداهمات نفذها الحوثيون واعتقل على إثرها عدد من الضباط وتم إيداعهم في سجون الميليشيات بتهمة عدم الامتثال للأوامر العسكرية فيما نجح آخرون بتجنيب منازلهم ومغادرتها لعلمهم المسبق بنوايا الميليشيات الخسائر الفادحة والضربات المهجعة جعلت الميليشيات تقوم بهذه التصرفات الغوغائية التي تدل على حالة الرعب التي أصابت العناصر الحوثية في الدفع بالمزيد من المقاتلين إلى جبهة القتال بعد فشلها في الترغيب فلجأت إلى الترهيب